السلام عليكم وجزاكم خيرا يقول في سؤال آخر هل لبس النظارة بالنسبة للرجال في قصد الزينة حرام وكذلك الكحل للرجال سواء كان في العين أو المحاجر الكحل للرجال سنة على وجه لا يكون به تشبه بالنساء وإن لفت الكحل للرجال سواء سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الدوال العينين وقوة البصر ولبس النظارة ولبس النظارة يجوز من المباحات ومن المباحات ما لم تكن هذه النظارة فيها ذهب أو فيها فضة إذا كانت نظارة ليس فيها ذهب ولا فضة يجوز لبسها للرجل سواء لضعف البصر أو لغير ضعف البصر وإن كانت تفضينا شيئا من التقليد نحن ما فيه تقليد لبس النظارات ما فيه تقليد هو من العوايد المشتركة بين الناس